تعد مصر دولة رائدة في مجال البحوث الزراعية وفي هذا الإطار تعد محطة بحوث سخة في محافظة قفر الشيخ أكبر وأقدم محطة بحثية في العلوم الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط حيث بدأ العمل فيها منذ عام 1960 نتابع المزيد في سياق التقرير التالي ضمن جهود الدولة في التوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية تأتي محطة البحوث الزراعية بمدينة سخة في قفر الشيخ والتي تعد أكبر محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الأصناف المتعددة من المحاصيل الزراعية وتحتوي على مزرعة بحثية متميزة لإجراء التجارب المتعددة بتهتم محطة بحوث الزراعية بسخة بالإنتاج الزراعي المصر في كافة مجالاته بنشتغل على ثلاث محاوة واقصية هي الإنتاج البحثي وعمل الأبحاث التي تزيد من إنتاج المحاصيل وبنشتغل على إنتاج تقاول أساس التي موجودة وتوزع على مستوى الجمهورية علاوة على جزء التديب والإرشاد اللي بيساهم في نشو المعلومة الزراعية الصحيحة عندنا على مستوى محافظات جمهورية المصر العربية محطة البحوث الزراعية تقع على خط طول 31 غرباً وخط عرض 31 شمالاً على ارتفاع 36 متراً من سطح البحر وهذا الموقع يعتبر مناسباً لنمو جميع المحاصيل المختلفة من حيث الظروف الجوية وكذلك نوية التربع الحقل اللي احنا موجودين فيه ده حقل إنتاج تقاوي من البرسيم المصري ده حضرتك احنا معادة زراعة بتاعكم في أول شهر عشرة خدنا منه أربع حشات والحشة الخمسة ده من ربيها لإنتاج التقاوي معادة التربية المناسب عندي في مصر هنا أو للبرسيم المصري عندنا هنا من عشرين أربعة لعشرة خمسة ده المعادة المناسب عشان درجة الحرارة والظروف المناسبة لإنتاج التقاوي وكانت محطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ قد نجحت في خفض مدة زراعة الأرز من مائة وسبعين يوماً إلى مائة وعشرين يوماً وإنتاج سلالة هجن من الذرة تنتج في مائة يوم وتعطي محصولاً عالي الجودة وتقلل نسبة استهلاك المياه عن طريق أصناف تتحمل الجفاف وفترة بقائها في الأرض قليلة الرز في مصر بيتزرع في موسم واحد بس بس في الدول الأخرى فيه بيتزرع موسمين وفيه بيتزرع بثلاث مواسم علشان إحنا هنا في مصر نعمل تأثير لفترات التربية وخصوصاً إن إحنا عشان نعمل استنباط لأصناف جديدة إحنا محتاجين 13 سنة أو أكتر فعشان نعمل تأثير لعملية الاستنباط لأصناف الجديدة إحنا هنا عملنا محاكاة للظروف البيئية في المناخ الصيفي وداخل الصوبة هنا بدرجة حرارة ودرجة إضاءة وارتوبة وكل حاجة وجميع المعاملات الزراعية ده طبعاً هيقللنا في نسبة المعاملات الزراعية والسماد المستخدم والمياه إحنا بنزرح حوالي ما يقرب من مليون فدان إلا إن إحنا بنحقق الاكتفاءة ذاتي نتيجة التوسع الرأسي في زيادة الانتاجية من وحة المساح الهدف طبعاً الأساسي بتاعنا إن إحنا بننتج أصناف تتلقى إما رغبات المنتج ورغبات المستهلك طبعاً المنتج بيحتاج إنه عايز محصول أو صنف بيديني إنتاجية أعلى إنتاجية من وحة المساح على الرغم من وجود مشاكل اللي هي طبعاً نضرة المياه والتغارات المناخية وارتفاع نسبة المحلها خصوصاً في المناطق المجورة للبحرى بنتوس محطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ أنشأت في عام 1960 وتضم 14 معهداً بحثياً يضم 40 قسماً تعمل جميعها في مناح الزراعة حيث تنتج المحطة 70% من السلالات الزراعية الموجودة في مصر